أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في مادة العلوم للصف الأول الإعدادي الجزء الثاني الفصل السادس الكهرباء الجزء الثاني من درس الشحنات والقوى الكهربائية تمنياتنا بمشاهدة ممتعة مليئة بالفائدة بإذن الله سوف تتعلم عزيز الطالب في هذا الدرس ما يلي أولا تفسير كيف يصبح الجسم مشحونا كهربائيا ثانيا تعرف بعض المفاهيم ذات العلاقة بالكهرباء الساكنة ثالثا توضيح كيف يحدث كل من البرقي والصائقة درست سابقا أن أغلب الأجسام متعادلة كهربائيا ما معنى ذلك؟ أي أن عدد الشحنات الموجبة تساوي عدد الشحنات السالبة ومن ثم فإنها لا تتجاذب أو تتنافر وأن الجسيمات الذرية التي تنتقل من مادة إلى أخرى هي الإلكترونات بالطبع ذكرنا أنها الجسيمات الوحيدة التي تكون حرة الحركة فهل يمكن أن تحدد كيف تؤثر الشحنات الكهربائية بعضها في بعض؟ عزيز الطالب مستعينا بمعلوماتك السابقة تأمل المجال الكهربائي لشحنتين كهربائيتين مختلفتين ممثلتين بالرمزين سين وصاد في الشكل التالي ثم أجب عن الأسئلة التالية ذكرنا أن المجال يمكن وصفه بتمثيل الأسهم تأمل عزيز الطالب اتجاه الأسهم للشحنة سين والشحنة صاد نعم اتجاه الأسهم للشحنة سين نحوها أي إلى الداخل والشحنة صاد اتجاه الأسهم بعيدا عنها فماذا يعني ذلك؟ السؤال الأول ما نوع كل من الشحنتين الكهربائيتين سين وصاد تأمل الأسهم مرة أخرى؟ نعم الشحنة سين سالبة لأن الأسهم تتجه نحوها إلى الداخل بالتأكيد الشحنة صاد موجبة الأسهم بعيدا عنها ما نوع القوة الكهربائية المتبادلة بين الشحنتين السالبة والموجبة؟ ممتاز قوة تجاذب ماذا يحدث لهذه القوة الكهربائية عندما تقل المسافة بين هاتين الشحنتين؟ ذكرنا أن هناك علاقة عكسية ما بين القوة الكهربائية والمسافة بين الشحنتين فإذا قلت المسافة ماذا يحدث لهذه القوة الكهربائية؟ بالطبع تزداد أي من الشحنتين الكهربائيتين تمثل جسيم البروتون؟ الشحنة الموجبة دائما هي البروتون فإذا صاد ذكرنا أن الأجسام في الظروف الطبيعية متعادلة كهربائيا وأن هناك أجسام مشحونة إما جسم سالب عندما تكون الشحنات السالبة أكبر في عددها من الشحنات الموجبة وكذلك توجد أجسام موجبة الشحنة عندما تكون الشحنات الموجبة أكبر في عددها من الشحنات السالبة والسؤال هنا كيف يمكن شحن هذه الأجسام كهربائيا؟ يمكن شحن الأجسام بطرائق متعددة وتتمثل جميعها في إمكانية نزع الإلكترونات من مادة لتنتقل بدورها إلى مادة أخرى فتصبح كلا المادتين مشحونتين بنوعين مختلفين من الشحنات من خلال ثلاث طرق هي طرق الشحن الطريقة الأولى الشحن بالدلك الطريقة الثانية الشحن بالتأثير والطريقة الثالثة الشحن بالتوصيل التلامس عزيزي الطالب تمعا جيدا في البالون الذي أمامك بالطبع إنه متعادل كهربائيا قم معي بعد الشحنات الموجبة والشحنات السالبة إنها متساوية خمس شحنات موجبة وخمس شحنات سالبة تأمل السؤال جيدا هل يمكن جعل البالون يشحن بشحنة سالبة الرغم من إنه متعادل كهربائيا؟ للإجابة عن السؤال تأمل المخطط التالي سوف نتعرف الآن كيف يمكن شحن البالون بشحنة سالبة بطريقة الشحن بالدلك وهي أولى طرق شحن الأجسام كهربائيا الخطوة الأولى لدينا قطعة الصوف متعادلة كهربائيا وبالون هو أيضا متعادل كهربائيا عند دلك البالون بقطعة الصوف لاحظ ماذا يحدث ما هي الجسيمات الحرة الحركة في الذرة؟ والتي يمكن أن تنتقل من مكان لآخر إنها الإلكترونات سوف تنتقل من قطعة الصوف إلى البالون وبالتالي يكون عدد الشحنات السالبة على البالون أكثر إذن تم شحن البالون بشحنة سالبة كون إن عدد الشحنات السالبة زادت عن عدد الشحنات الموجبة ماذا عن قطعة الصوف؟ نعم إنها فقدت الإلكترونات أي إن الشحنة الموجبة زادت فهي إذن شحنت بشحنة موجبة إذن حصلنا على جسمين مشحونين بشحنتين مختلفتين قطعة الصوف شحنتها موجبة لأنها فقدت الإلكترونات وشحنة البالون سالبة لأنها اكتسبت الإلكترونات نستخلص أن يمكن شحن الأجسام بطريقة الدلك وهي عملية انتقال الشحن بين جسمين نتيجة الدلك لنقوم مرة أخرى بشرح عملية شحن البالون بشحنة سالبة بطريقة الدلك عند دلك البالون بقطعة الصوف يكون سطح البالون ملامسا للصوف فيحدث انتقال الإلكترونات من ذرات الصوف إلى ذرات البالون بعملية الدلك بما أن البالون اكتسب إلكترونات فيصبح سالب الشحنة أما قطعة الصوف التي فقدت الإلكترونات فقد أصبحت موجبة الشحنة وتكون كمية الشحنة السالبة التي اكتسبها البالون مساوية لكمية الشحنة الموجبة لقطعة الصوف الطريقة الأخرى لشحن الأجسام كهربائيا هي طريقة الشحن بالتوصيل أو التلامس ماذا يحدث عند ملامسة جسم غير مشحون لجسم مشحون للإجابة عن هذا السؤال تأمل عزيز الطالب الشكل الذي أمامك ثم قارن بين طريقة الشحن بالدلك وطريقة الشحن بالتوصيل ماذا لاحظ؟ كيف يمكن شحن جسم غير مشحون عند تقريبه لجسم مشحون هي طريقة الشحن بالتوصيل وهي عبارة عن شحن جسم غير مشحون بملامسة جسم مشحون آخر بنوع الشحنة نفسها للتأكيد عند التلامس يشحن الجسم الغير مشحون بنوع الشحنة نفسها هنا شحنة بشحنة موجبة لو كان الجسم المشحون شحنة بشحنة سالبة فإن الجسم الغير مشحون سوف يكتسب بالتلامس الشحنة السالبة وبالمقارنة ما بين طريقة الشحن بالدلك وطريقة الشحن بالتوصيل الشحن بالدلك هو اكتساب جسمين شحنتين مختلفتين بالتلامس كمثال قطعة الصوف والبالون قطعة الصوف شحنة موجبة والبالون سالبة بينما طريقة الشحن بالتوصيل هي اكتساب جسم غير مشحون بنوع الشحنة تلجسم المشحون الملامس له الطريقة الثالثة لشحن الأجسام كهربائيا هي طريقة الشحن بالتأثير ولمعرفة كيف يحدث الشحن بهذه الطريقة تأمل معي هذه التجربة العملية تتكون التجربة من بالون قطعة صوف وصندور ماء تأمل معي جيدا خطوات التجربة أولا أدلك بالونا بقطعة الصوف ثم أفتح صنبور الماء على شكل خيط رفيع ثم أقرب الطرف المشحون من البالون إلى خيط الماء ماذا تلاحظ؟ نعم لاحظنا انحناء خيط الماء الرفيع إلى البالون فما سبب ذلك؟ يشحن البالون بشحنة سالبة عند دلكه بالصوف وعند تقريب البالون المشحون إلى الماء ينحني خيط الماء إلى البالون وذلك بسبب ابتعاد الإلكترونات في الماء ويصبح القريب من البالون موجب الشحنة فينجذب إلى البالون إذن نستخلص أن الماء متعادل كهربائيا في الظروف الطبيعية كيف انحنى خيط الماء الرفيع إلى البالون؟ بما أن البالون مشحون بشحنة سالبة عندما دلك بالصوف فإن الماء أعاد ترتيب شحناته فابتعادت الشحنات السالبة الإلكترونات بعيداً واقتربت الشحنات الموجبة إلى البالون فانحنى الماء الرفيع تجاه البالون إذن الشحن بالتأثير هي عملية إعادة ترتيب الشحنة الكهربائية بسبب وجود مجال كهربائي ولفهم عملية الشحن بالتأثير أكثر ركز معي في المثال التالي لماذا يلتصق البالون بالحائط؟ هل جربت عزيز الطالب أن تقوم بدلك البالون بالصوف ثم تقريبه إلى حائط؟ للإجابة عن هذا السؤال تأمل الشكل الذي أمامك هل عرفت لماذا يلتصق البالون بالحائط؟ ما الذي حدث للشحنات الموجودة في الحائط؟ ما هي الشحنات التي ابتعدت وما هي الشحنات التي اقتربت إلى البالون؟ إنه مثال مشابه إلى خيط الماء الرفيع مع البالون تقريب البالون المشحون من الحائط يسبب ابتعاد الإلكترونات عن سطح الحائط فيصبح الجزء القريب من البالون موجب الشحنة فيجذب إليه البالون السالب الشحنة عزيز الطالب اختبر نفسك في المعلومات التي تعلمتها الآن السؤال الأول قارن بين طرق شحن الأجسام كهربائياً كما في الجدول التالي لديك ثلاث طرق الشحن بالدلك الشحن بالتأثير والشحن بالتوصيل قارن بينهم من حيث انتقال الشحنات التلامس نوع الشحنة تأكد جيداً من معلوماتك حول طرق الشحن الشحن بالدلك هل تنتقل الشحنات بين الأجسام وكذلك التأثير والتوصيل نعم الشحن بالدلك تنتقل بين جسمين مختلفين تذكر مثال الصوف مع البالون الشحن بالتأثير تنتقل في جسم واحد تذكر الحائط انتقلت الإلكترونات بعيداً عن السطح الشحن بالتوصيل تنتقل بين جسمين مختلفين تذكر جسم مشحون مع جسم آخر غير مشحون ماذا عن التلامس؟ بالتأكيد الآن وضحت الفكرة الدلك بالطبع يتلامس الجسمان معاً بينما التأثير لا يتلامس الجسمان معاً وبالتأكيد في التوصيل يتلامس الجسمان معاً ماذا عن الشحنة؟ الشحن بالدلك شحنة مختلفة على الجسمين الصوف موجب والبالون سالب هل تتذكر هذا المثال؟ الشحن بالتأثير مخالفة لشحنة المؤثر البالون مع الحائط التوصيل مشابهة لشحنة المؤثر جسم مشحون بموجب فيكتسب الغير مشحون نفس الشحنة السؤال الثاني ما نوع القوة الكهربائية بين الجسمين في حال الشحن بالتوصيل؟ ذكرنا المعلومة الآن نفس الشحنة إذا شحنة متشابهة فما نوع القوة؟ طبعاً قوة تنافر السؤال الثالث وضح كيف تتغير الشحنة الكلية لمقبض الباب عندما يشحن بوساطة مجال كهربائي؟ مجال كهربائي ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنه يشحن بطريقة التأثير هل وصلت إلى المعلومة عزيز الطالب؟ إن الشحنة الكلية في مقبض الباب لا تتغير وما حدث هو إعادة ترتيب الشحنات بتأثير المجال الكهربائي هل تتذكر مثال الحائط؟ إنه إعادة ترتيب الشحنات فالشحنة الكلية لا تتغير عزيز الطالب ليست المرة الأولى التي تسمع فيها عن الكهرباء الساكنة سوف نتعلم الآن مفاهيم جديدة عن الكهرباء الساكنة ما الفرق بين الجسمين من حيث توازن الشحنات؟ تأمل الجسمين جيدا كم عرض الشحنات الموجبة والسالبة في الجسم الأول؟ إنها متساوية لماذا؟ لأن الجسم متعادل كهربائيا ثلاث شحنات موجبة تساوي ثلاث شحنات سالبة ماذا عن الجسم الثاني؟ كم عرض الشحنات الموجبة والسالبة؟ أربع شحنات سالبة وثلاث شحنات موجبة إذن الجسم غير متوازن في عدد الشحنات ماذا يطلق على حالة عدم توازن كميات الشحنات؟ نعم إنها الكهرباء الساكنة يطلق على حالة عدم التوازن في كميات الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة في جسم ما بالكهرباء الساكنة سوف نتعرف الآن على مفهوم جديد في الكهرباء الساكنة تأمل السؤال الذي أمامك جيدا لماذا تحس أحيانا بشرارة كهائية عندما تمشي فوق سجادة في يوم جاف ثم يقترب إصبعك من يد الباب المعدنية؟ ربما تعرضت لهذا الموقف كثيرا برأيك ما السبب؟ هل توصلت إلى الإجابة؟ جسمك في الوضع الطبيعي متعادل كهربائيا وعند ملامسة جسمك للسجاد يكتسب شحنات كهربائية بطريقة الدلك وعندما يقترب إصبعك المشحون بشحنة سالبة من مقبض الباب المعدني تنتقل الشحنة الساكنة وهي الإلكترونات من إصبع اليد إلى مقبض الباب فتحس بصعقة بسيطة جدا وهذا ما يعبر عن التفريغ الكهربائي إذن ما هو التفريغ الكهربائي؟ هو انتقال شحنة ساكنة من مكان إلى آخر نتعرف الآن على أحد تطبيقات التفريغ الكهربائي وهو البرق لابد أنك لاحظ في بعض أيام الشتاء الغائمة ضواهر طبيعية مميزة كالبرق والرعد ما تفسير هذه الظواهر؟ تأمل معي خطوات حدوث البرق السحابة متعادلة كهربائيا في الظروف الطبيعية وعند احتكاك مكونات الهواء والغيوم تتولد شحنات كهربائية مختلفة فيصبح أعلى السحابة مشحون بشحنة موجبة وأسفلها مشحون بشحنة سالبة وعندما تتلاقش سحابتان المشحونتان وبسبب قوة التجاذب الكهربائية تنتقل الشحنات بين السحابة وأخرى محدثة شرارة كهربائية تسمى البرق عرفنا أن البرق ينتج عن التفريغ الكهربائي بين سحابتين مشحونتين فما الفرق بين البرق والصائق؟ لمعرفة الفرق تأمل الشكل التالي الفرق واضح الصائق هي شرارة كهربائية تنتج عن التفريغ الكهربائي بين السحابة المشحونة والأشياء الموجودة على سطح الأرض وقد ينجم عنها حرائق ومخاطر أخرى تأمل معي خطوات حدوث الصائق الكهربائية تتجمع الشحنات السالبة في الجزء السفلي من السحابة يتم شحن سطح الأرض بالتأثير في المنطقة التي تقع تحت السحابة بشحنات موجبة وأخرى سالبة تتسرب في الأرض تنتقل الشحنات بتأثير قوة التجاذب الكهربائية بين السحابة والأرض محدث شرارة هائلة تسمى الصائقة عزيز الطالب إذا كنت خارج المنزل في وقت حدوث الصائقة فكيف تقي نفسك منها؟ نعم أولا نبحث عن ملجأ في بناية أو سيارة ثانيا لا نغادر الملجأ قبل نصف ساعة من حدوث آخر صائقة ثالثا لا نلمس المواد أو السطوح المعدنية كذلك يمكن أن نقي أنفسنا من الصواعق من خلال صنع مانعة الصواعق فما هي مانعة الصواعق؟ تأمل الشكل التالي مانعة الصواعق هي عبارة عن قضيب معدني رأسه العلوي مدبب وطرفه السفلي متصل بالأرض بواسطة موصل معدني وعندما تحدث الصائقة تنتقل الشحنات الكهربائية السالبة من الصائقة إلى الأرض عبر السلك الفرزي بدلا من انتقالها عبر البناية وبالتالي نحمي أنفسنا من الحرائق أو المخاطر ويتم تصريف الشحنات الكهربائية باستخدام مانعة الصواعق إلى الأرض من خلال عملية التأريض عزيز الطالب اختبر نفسك في المعلومات التي تعلمتها الآن السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة في العبارة التالية يحيط بالشحنة الكهربائية الساكنة مجال كهربائي مقاومة كهربائية تيار كهربائي مجال مغناطيسي نعم يحيط بها مجال كهربائي السؤال الثاني فسر كيف تحدث الشرارة الكهربائية لدى لمس مقبض الباب تأمل الشكل للإجابة عن السؤال نعم تسبب الإلكترونات التي على اليد ابتعاد الإلكترونات من ذرات سطح المقبض فيصبح موجب الشحنة فتنجذب الإلكترونات التي على يدك إلى المقبض بسرعة فتحس بصعقة خفيفة نتيجة لذلك السؤال الثالث رتب مراحل تكون البرق من واحد إلى أربعة اقرأ العبارات جيدا هل تتذكر مراحل تكون البرق؟ نعم أولا تحول تيارات الهواء قطرات الماء المتعادلة كهربائيا في الغيوم إلى قطرات تحمل شحنة سالبة تكون في أسفل الغيمة وقطرات تحمل شحنة موجبة تكون في أعلى الغيمة ثانيا اقتراب غيمتين من بعضهم البعض وكان طرف أحدهما مشحونا بشحنة سالبة والطرف الآخر مشحونا بشحنة موجبة ثالثا انتقال الشحنات الكهربائية السالبة في السحابة الأولى إلى السحابة الثانية وأخيرا حدوث شرارة هائلة السؤال الرابع فسر السبب انتصاب شعر رأس البعض قبل حدوث الصاعقة نعم السحابة التي تحدث البرق تشحن الشعر بالتأثير بشحنة مخالفة لنوع شحنتها كالشحنة الموجبة مثلا فيتنافر الشعر عن بعضه البعض السؤال الخامس تأمل الشكل المجاور ثم أجب عن الأسئلة التالية هل تتذكر ماذا يمثل الشكل الذي أمامك؟ نعم إنها مانعة الصوائق فهل تتذكر مما تتكون مانعة الصوائق؟ ماذا يمثل الرقم واحد؟ نعم قضيب فلزي مدبب مانع الشحنات الموجودة أعلى السحابة الموضحة بالرقم اثنان الشحنة الموجبة وبالتالي أسفلها تكون الشحنة السالبة ماذا تسمى عملية تصريف الشحنات الكهربائية من مانعة الصوائق إلى الأرض؟ نعم إنها عملية التأريض إلى هنا وصلنا إلى نهاية الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر